وانا اقول في هذه المسألة يعني انه اكبر مشكلة لدي الغربيين في قضية النظرة الى المرأة انه المرجعيات التي لديهم اصلا هي مرجعيات مهترئة يعني انت تتكلم عن الدين النصراني ولا تتكلم عن العهد القديم مثلا اللي هو جزء من المرجعية الدينية النصرانية هذا العهد هو نظرته الى المرأة نظرة دونية يعني هو يعتبر المرأة هي سبب الخطيئة وانه ادم اول ما سأله الرب لماذا اكلت من الشجرة قال المرأة التي جعلتها معي هي السبب يعني ادم جعل القى بخطيئته على حواء وانها اصبحت رمز الشيطنة ولذلك لمن تنظر الى في سنة 673 اول مؤتمر عقد عن البحث عن طبيعة المرأة في فرنسا هذا المؤتمر يعني خرج بانه هل المرأة انسانة وهل فيها روح كروح الرجل او انها ليست انسانة نقاش طويل جدا انه هي انسانة ولا ما انسانة في النهاية خرجوا بمقرر هذا دل يعني بعد شوية تنوروا قليل 673 ميلادية خرجوا بانه المرأة انسانة لكنها يعني فيها روح دون روح الرجل وانها ملك الرجل وانها تعامل معاملة العبد في بريطانيا قبل 200 سنة بس قريبا يعني فيه كان قانون يبيح للرجل ان يبيع زوجته انه هو هذه بريطانيا قبل 200 سنة بس انه يجوز للرجل من حق الرجل انه هو ينزل بالمرأة في السوق عشان يبيعها مثلما يبيع اي شيء حددوا سعر المرأة في هذا الوقت بستة سنتات فقر يعني هؤلاء هذه طيب اذا كان الحراف في النصرانية وفي العهد القديم طيب ما حال الفلسفات التي كانت في السابق يعني رمز الفلسفة اليونانية اللي هو يعني فلطان أريستو بيرى بأن المرأة شؤم وأنها يعني سبب أنها أزمة والآخر يعني فلطان يعني يقول بأن المرأة عبارة عن شجرة مسمومة شكلها جميل فإذا أكلت منها العصافير ماتت طيب إذا يعني إذا رجعت إلى المرجعيات التي يعني حكمت الغرب سواء كانت مرجعيات دينية تجد أنها تنتقص المرأة إذا كانت مرجعيات فلسفية فإنها تلتقص المرأة فلذلك هم رجعوا إلى أنفسهم تخبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر